اتحاد طنجة صدرته لدولي المغربي بفوز على مضيفه شباب أطلس خنيفرا بهدف دون مقابل لحساب الجولة الرابعة والعشرين هدف المباراة الوحيد حمل توقيع ياسين لبحيري بضربة راسية في الدقيقة السابع ليرفع بناء طنجة رصدهم إلى 47 نقطة في صدارة ويؤكدون عزمهم على انتزاع لقب الدولي المغربي هذا الموسم ترجمة نانسي قنقر